من الأبواب التي اهتمت الشريعة الإسلامية بسدها باب اتخاذ القبور مساجد لأنه ما وقع الشرك بالله تبارك وتعالى في الأمم التي مضت وفي هذه الأمة إلا بسبب اتخاذ قبور الصالحين والأنبياء وغيرهم بسبب اتخاذ هذه القبور مساجد وأحيادا ومزارات وغيرها فالشريعة الإسلامية سدت هذا الباب العظيم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من هذا الأمر وألف علماء السنة مؤلفات والتصانيف في هذا الأمر ومن أعظم هذه المؤلفات كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله هذا كتاب قيم جدا لابد لأي إنسان يعني يريد أن يكون له علم ودراية في هذا الباب أن يغتني هذا الكتاب القيم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد والشيخ الألباني عليه رحمة الله لما ألف هذا الكتاب ما تجاوز عمره العشرون أو العشرين ما تجاوز العشرين سنة واختلف مع أبيه ومع قومه في مسألة اتخاذ القبور مساجد وناقش أباه وقومه حتى وصل إلى مرحلة المفارغة وفارق أبوه وفارق قومه وألف هذه الرسالة العظيمة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وأورد فيها أحاديث كثيرة جدا أحاديث تقريبا أكثر من عشر أحاديث صحيحة في منع اتخاذ القبور مساجد كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ده باب من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون أن الشرك ما وقع إلا بسبب القبور بالذات قبور الصالحين فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في البخار ومسلم متفق عليه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يعني بخمس أيام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قالت يحذر ما صنعوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قالت لولا ذلك لأبرز قبره يعني لولا هذا التحذير لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولأتغذى مسجد لكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ألاحظ أن هذه المسألة استوجبت اللعن لعنة الله على اليهود والنصارى ما هو سبب اللعن قال اتخذوا قبور أنبيائهم للأنبياء ما أنا أستاكد وصالحيهم صالحين بجد مساجد يعني جعلوا هذه القبور أماكن للسجود وأماكن للصلاة حتى ولو زين لهم الشيطان وما كانوا يعبدون هذه القبور في بادئ الأمر إنما كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى عند هذه القبور ففي نهاية الأمر آل بهم المآل إلى أن وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى لذلك أنزر الله تعالى عليهم اللعن واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى على لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد لذلك هذه الأمة يبغي أن تخالف اليهود والنصارى في هذه المسألة لأن ذيل سلكوا صراط الجهيم واتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد فلو سلكت هذه الأمة وهي الآن تسلك إلا من رحم الله تسلك نفس طريق اليهود والنصارى في اتخاذ قبور الصالحين المزعومين الآن لدينا ذيل ما صالحين حقيقيين ولو كانوا صالحين حقيقيين لما جاز لهم أن يتخذوا قبورهم مساجد فما بالك أنهم ليسوا بصالحين اتخذوا قبورهم مساجد سلكوا طريق اليهود والنصارى كذا شيخ الإسلام ابن تيمية اتكلم عن هذه المسألة وفاض فيها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهيم جاب هذه الأهاديث التي تنهى عن مخالفة اليهود والنصارى في مسألة اتخاذ القبور القبور مساجد وقد وقعت الأمة في هذا الإشكال ووقعت في النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت الفتنة أنه ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الآن الأمة خالفت تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا قبور مساجد فوقعت الأمة في الفتنة وقعت في الشرك بالله تبارك وتعالى وقعت في الفرقة صارت أمة ذليلة لا ترفع رأسا أمام باقي الأمم الكافرة الآن الأمة الإسلامية واصل الأمم الكافرة ما تقدر ترفع رأسا فوق لماذا؟ لأنهم خالفوا تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين في أصول الدين خالفوا تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم جوء الصوفية كفرق هالكة قاتلهم الله أن يؤفكون وهم الذين تبنوا هذه المخالفة الآن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بالزاد وفي غيرها تبنى هذه المخالفة الطرق الصوفية جميعا كل الطرق الصوفية كل طرق الصوفية وموجودين في البلد دي اكثر من دبيب النمل شفتا قاعدين فأي مسجد بتلقى خازوك قاعد مبارح أنا معي أخونا ما زندجزة والله غير شاهد مبارح بالأمس جاي من الحلقة بتاعة الحاج يوسف نزلنا في مسجد هناك في دار السلامة المغاربة قام يتكلم نفس كلامه اللي قالوا هنا دا وجاب الأحاديث وضعفه وتكلم فيها كلام علمي والصوفية قاعدين وتنطنوا في تحت أول ما انتهى أظنوا دارين يعملوا لاختبار واحد قال للدين الفاتحة واحد عمك كده مكركب بلغ من الكبر عتية والله وده ما عنده عزور تاني عند الله تبارك وتعالى إن لم يتب كبير مكركب شايب قال للدين الفاتحة يا منافق قال لي ما زنده يا منافقة دين الفاتحة قلت له منافق التراجي منه فاتحة الله يفتح موخك منافق دار بها فاتحة تشنو يا خنف يطلب فاتحة من منافق قلت له ما نديك يا زول أدت له الفاتحة والله ما نديك قلت له انت فاتحة انت بليد ولا سوفي أديك فاتحة ما ما نديك يا زول قام قال لنا كده صلي على النبي انت عارف ديال زي استكرام تقول لك قل اح والله لازم اختبرك بحاج يا زول انت قالني جاي من فرانكفورت ولا شنو تقول لي كده صلي على النبي سهل السلم قلت له عليه الصلاة والسلام قال لي انت وهابية طيب لو ما كان قدت قدعها تقول لي انت شن يعني ها وهابية وما تعرف شنو قلت له هذول انت عندك رأي في كلام الزول ده تعال هندل من برق يدام يتقدم تعال يتقدم هنا نعنا قاعدين لك مش عندك رأي في كلام ولي قالوا تقدم مش قيف هناك ولا الزول ده غلطان في واحد ادنين ثلاثة والصواب كذا وكذا وكذا يتقدم قلت له قل له يا اخم شو يا اخدتوا ما عندكم موضوع وتقول انت ذاتك ما عندك موضوع شنو يعني كده حليت مشكلة انت ما عندك موضوع ذاتك ما عندك موضوع فشوف تعرف ان الناس ديل ضلوا واضلوا كثيرا المتصوفة ولهم رؤوس في هذه البلاد رؤوس اخطر من رؤوس الافاعي والله والله الذي لا اله الاول اخطر من رؤوس الافاعي عندهم ما عندهم احمد داود بيسموا العلامة هم بيسموا كذا كما يسمي انصار البدعة يسمون هواريهم بعثيمين السودان بالله ده ده عثيمين السودان والله عثيمين يخاصمكم يوم الغيامة يا مجرمين زلد اذا تشبهوا بالعلامة محمد ابن صالح العثيمين والله لا يسوى قدم الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين ولا نغلو في الشيخ ابن عثيمين ولا نزكيه على الله لكن عالم عالم كبير اوالي من اهل البدعة يا زول كيف تشبهوا به عالم من علماء اهل السنة فده بيسموا العلامة وتغير المسميات ما بتغير الحقائق ده منهج ابليس على يا آدم هل ادلك على الشجرة الخلط عرفتها وملكي لا يبلغ تغير المسميات قال اني لكما لمن الناصحين شوف ابليس شفت شغلته كذا بغير المسميات لكن الحقائق ما بتتغير حقائق ثابتة دال الاسم من داود احمد داود بتاع السوك ده القاعد هناك الذي فر من المناظرة ها فر من المناظرة كأنه من الحمر المستنفرة التي فرت من قسورة ترد ارفتها قال هذا الحديث لا يصيح عن النبي صلى الله سلم بالله صوفي قاعد في السوك دار تضاعف حديث متفق عليه قاعد هنا في السوك يضاعف له دار يضاعف حديث في البخاري ومسلم متفق على صحته ليه ما قالوا الحديث قال الحديث ذا لانه فيه اضطراب اضطراب وينه قال لانه الحديث بيقول اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم صالحين مساجد قالوا اليهود والنصارى ما كان عندهم مساجد اصلا وهذا من قبائه ومن حمقه ومن جهل هذا الذي يسمى بالعلامة احمد داود انت قال المساجد دي شنو هل المسجد الا يكون جدران وعليه فوق مأزنة حتى انبعد داك يسمى مسجد بس ديهو المسجد غيره ما في تاني لا اي مكان يصيح انك تضع فيه مواضع السجود السبعة اي مكان يصيح عليك تضع فيه مواضع السجود السبعة لله تبارك وتعالى فان هذا المكان يسمى مسجدا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري قال فضلت على الانبياء بخمس منها قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا دا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الان المعال دا مسجد يا احمد داود المكان دا مسجد لانه يجوز انك تصلي في هذا المكان فهو يسمى مسجد فكل الارض مسجد وطهورا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا المقبر والحمام الا المقبر والحمام وده فيه رد على المتصوفة انه الصلاة في المقابر ما بتجوز لانه النبي صلى الله عليه وسلم استثنى اتنين قال الا المقبر والحمام لو جوزتوا الصلاة في المقابر لجاز لكم ان تجوزوا الصلاة في الحمام ولو قلتم ان الصلاة في الحمام جائزة لطحكت عليكم حتى التيوس والغنم يا صوفية والله العظيم لو قلت الصلاة في الحمام بتجوز قلت شارب ليك حاجة اصلا شارب شي شارب ليك جك بتعرقي زي ما كما شرب خليل الرومي شيخهم الذي علمهم شرب الخمرة ونحن كضناقلة نتبرأ من هذا الشيخ والله خليل الرومي ده سألنا يسأل شينا خلاص الله عرفته فشوف النبي سأسلم حسم الموضوع ده يجي احمد داود ده سوكي ده يجي يطعم في حديث في الصحيحين البخاري ومسلم كذلك في البخاري ومسلم متفق على صحته جواد عينك احمد داود متفق على صحته من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها والله رضي الله تعالى عنها معظم الحديث في الموضوع ده رواته سيد عائشة وسد لباب الشرك بالله تبارك وتعالى لذلك يذكر ان عمر رضي الله عنه في عهده وجد نبيا من الانبياء لعل من انبياء بني اسرائيل يسمى دانيال لقاه في العراق لعله ولقى جسده ذي ما هو لان الله تعالى حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء وما سقطت منه الا شعارات بسيطة قبر دانيال والله دا لو لموا في السودانين لو لموا في دا نبي تقالوا شيخ طريقة دا نبي مكرم من انبياء الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب امر بحفر كمية من القبور كمية من القبور وامر بدفنه في احدى هذه القبور ودفن كل باقي المقابر تاني ما في زول قدر يعرف دانيال مدفون وين بزب يا ربي هنا احتمال هنا احتمال به هنا شوف ذاته الصحابة كان بفكروا كيف تفكير عميق جدا تحتار ذاته ما تعرف ياتوا ياتوا قبر بالضبط دا لو لموا فيه هنا ما ما بيخلوا والله الا يمرقوا يجيبوا ذاته من جوا يسفوا التراب يسفوا 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 لما يطلعوا دانيال عليه السلام يجيبوا برا ولو مرقوا برا احتمال يقطعوا اي واحد دائر شعر واحد دائر اصبع دار يشيل منه اصبع عرفتها شانيم يشعمل بطريقة لو لقى اصبع بس من دانيال ده يسووا بطريقة يسووا بطريقة طوالي قل لهم انا عندي اصبع نبي سوداني طبعا الله من رحم الله شغل هذه بتاعجيبهم اوو والله قاله شيخ ظهر في الحاج يوسف عنده اصبع بتاع نبي بلاه على قال الله مولانا بل اصبع بس صوت لي في الكباية دي يعني على قال الله صوت صوته بس يجيب كباية الشاي واحد شاي ممكن واحد يجيب لات كيسة تنباك عليها برق ليه الكيس دا بس داخل اللصبع وطلعوا انت عارب اللصبع هذا والله يبني عمارات وفلل في البلد دي وفي غير البلد دي لانه الناس يا اخوانا قلوبهم ضعيفة في المسائل دي شاكيدا الصعابة كان بيشدوا هذا الباب ما بدوا فرقة عمر بن الخطاب لقى الناس بيجوا على الشجرة التي رضي الله تعالى عن المؤمنين لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الشجرة دي لقى في ناس بيجوا على لا يعتقدوا فيها فامر عمر رضي الله عنه بقطع هذه الشجرة قطعوها لوم الليلة زول بيعرف محلها وين ما فيه الشجرة التي كانت تحتها طيعة الرضوان ليه تاريخ اليوم ما في زول بيعرف مكان هذه الشجرة ليه ما السبب سدى لباب الشرك بالله تبارك وتعالى سبحان الله الان عندنا في العصر القرون المتأخرة في العصر الحديث في مجموح فتاوى الشيخ ابن باز والقصة معروفة عند الناس لما رفع للشيخ طلب بإعادة إعادة بناء منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كمنزل يعني الشيخ من الناس الأسس المملكة العربية السعودية وزول عنده ما كان هناك في المجتمع ما بتقدر تتكلم فيه هناك لما رفع طلب زيداء للشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ يجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويحترمه ومن شيوخه محمد بن عبد الوهاب من شيوخ ابن باز بعد ما درس الموضوع وقاعد مع العلماء ودرسه طلع طوال قرار بعد الدراسة رأينا أنه يجب أن يهدم منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى لا يتخذ زريعة لشرك اللجنة دائمة خطي مضاقت قاني دول بفرفر ما فيه والله يا العظيم كسروا البيت طوالي بيت محمد بن عبد الوهاب طوالي كسروا أنه يتمع المجتمع ما ضعيف في ناس قلوب ضعيفة يا سلام ده بيت الشيخ هاي والله بعد شوية دار يمشي يتمسح محمد بن عبد الوهاب بزاته يتقال ما ينخلوا ما بيتمسحوا بي بيته ها والله يتلقى ناس بيتقون يمشي يتمسحوا هرفته فعشان كده تشوف أي باب بيفتح أي باب يتفتح للشرك لابد يتقفل طوالي ووقتي يتقفل والكفل بتاعه ذا تكون كفل محكم تماما ما يده فرصة لدول يفتحتاني نهاي لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الأبواب التي تؤدي إلى عبادة القبور وإلى اتخاذ القبور مساجد ونحن منتعجب الصوفية قالوا إذا أدخل الشيخ في المسجد زادت بركة المسجد شيخ يموت يدخل في الجامع قالوا بركة الجامع كده بالزيد نحن نقول لك مما خش الشيخ الجامع بقى ما يسمى جامع ذاته ولا يصلح للسجود لا للنافلة ولا للفرط كله ما يسمى جامع سمي أي شيء ثاني سمي محلة يتلموا فيه الناس سمي كافترية سمي زي ما دار تسمي دخلت فيه الشيخ تأكد تماما انه ما يصلح ثاني خلاص ما يسمى مسجد لأنه ده خلاص دخلت جوه ده خلاص باب انت فتحت للشرك بالله تبارك وتعالى او جبت الجامع بناته فوق القبر فوق للقبر برضو ده باب للشرك كده الجامع ما يصلح ثاني الصلاة فيه ما يجوز عديل حرام والصلاة في المقابر ما بيجوز باتفاق المسلمين الا صلاة الجنازة ودي مستثنى بحديث ما مستثنى سايح حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد في البخاري رواية ابن عباس نبي ساسل لمشى وسأل عن قبرها وقال دلوني على قبرها فجاء النبي ساسل وصلى عليها صلاة الجنازة دي ما فيها اشكال تصلى على الجنازة في المقابر ما في مشكلة لكن اي صلاة ثانية اي صلاة قير صلاة الجنازة ما بتجوز لا صلاة استخارة لا صلاة نافلة لا صلاة تراويح لا فريضة وكل صلوات ما بتجوز في المقابر لذلك النبي ساسل قال لا تجعلوا بيوتكم خبورا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم شان كذا البخاري بواب ذات المسالة دي بواب لا باب في الصحيح لعلوا باب جعل النوافل في البيت السيدة عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا وين في البيت كل النوافل للسنة ذاته النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها في البيت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تجعلوا بيوتكم قبور صلوا فيها يعني صلوا فيها النوافل طيب لما انت صلي فيها معناة البيت بيقى ما زي القبر إذا ما صليت فيه معناة البيت بيقى زي الشنو زي القبر لأنه القبر ما بيجوز الصلاة فيه القبر ما بيجوز الصلاة فيه ولا حاديث أكثر من ذلك الصوفية قاموا قالوا النبي سأسألنا مدفون جوى الجامعة وكالضابين وكالزابين الرسول سأسألنا ما مدفون جوى الجامعة مدفون جوى الحجرة بتاعت السيدة عائشة والصوفية ذاته ما بيغلط في الحتة دي ما في صوفي واحد يقدر يقول النبي سأسألنا ما مدفون في حجرة السيدة عائشة وإلا يكون اتهم الصحابة لأنه صحابة ما في صحابة واحد خالف بهذه المسألة إنه النبي صلى الله عليه وسلم يدفن وين في حجرة السيدة عائشة صحابي واحد خالف ما فيه كلهم أجمعوا على هذا الأمر الآن القبر ما داخل الحرم المدني أبدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما جوا إنما مفصول بسهور بين القبر وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما فيه طريقة وإنت يا صوفية يعني دار تقول النبي صلى الله عليه وسلم مصفونج والجامع وقياسا عليه تقوم تدفن المكاشف تقيس النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاشف ولا بالبرع ولا بالصايم ديمة ولا بغيرهم من الضلال الجهال تقيسهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحابة كبار ما دفنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ما دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة زبير غيرهم إنما دفن معه الصديق وعمر بإجماع الصحابة بإجماع الصحابة ما هو في صحابة واحد خالف في دفن الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو صحابة واحد خالف في دفن عمر مع الصديق ومع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة واحد خالف ما فيه ولا زول يقدر يجيب لنا خلاف لصحابة واحد قال لا ما يدفنون هنا وأجمعوا إن ما في تاني الرابع يدفن معهم جوا أي شما دفنت معهم كل سحابة ما دفنوا معهم عنه دي خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبيه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما وما بتجيز على دين أصلا إذن يا أخوان ده باب عظيم جدا اهتمت الشريعة بقفله زي ما ذكرنا باب تعظيم القبور الصوفية يعظم القبور المرعي قال عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو قال البرعي روضة قبرك أفضل من عرش الله أبرك روضة قبرك يكسد النبي صلى الله عليه وسلم روضة قبرك أفضل من منه من شنو من عرش الله الكلام ده باطل يا برعي وده من القلوب كيف تجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عرش الرحمن كيف يا أخي ربنا قال عن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا كيف تجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عرش الرحمن وأبرك من عرش الرحمن وين الدليل؟ الدليل هو نوع صوفية يا برعي دليلك على الكلام ده شنو؟ إنك دليل من السنة إن القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش وأبرك عندك دليل على الكلام ده؟ ما عندك دليل إنما هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر